وطبعا الرياضة فعلا المقالة التلمت على نقطة المخارج وضغته النقطة الاولانية طبعا نقطة كسطنطين طبعا معلمات عنها رائبة تماما ما بين ان هي قتلت في القبيلة القديرة والحاجة التالية تقول ان هي محجوزة الان اي ان كان بقى ترجم كتب اي ان كان الوظيفة بتاعتها بس ان هي موجودة وما ينفعش ان هي تظهر للعامة كذلك موقف كمان ياشحاتها وموقف قريب النقطة التانية اللي هو اتكلم فيها هي نقطة الرقابة على الكنائس سواء الرقابة الامنية على ود الاسلحة في الكنائس او الرقابة الادارية على الانفاق اللي بيأتي اللي بتنفق الكنيسة او الانفاق وفي نفس الوقت مصادر دخل الكنيسة سواء من التبرعات سواء من الاوقاف لان الكنيسة ليها الاوقاف الخاصة بعيدة اعتقد ان استاذ عبد السيد كان اسمه قصة بريم عبد السيد كان اعتقد نشر كتاب بيتكلم فيه من المقطة دي وكان حتى بيوزع الكتب واعتقد الفترة اللي فاء يعني قبل ما يموت وكان بيوزح عن بعض المقربين اليه بس الناس زي ما قيل بعد كده ان الناس ما كانش انتاخد كلامه بشيء من المصدقية تمام؟ مع انه كان عنده معلومات قوية جدا عن الكنيسة او الانفاق بتاعتها سواء في مسائل التنصير او في مسائل او سواء بقى لو كلمنا بقى عن سفينة برصايد او الاشياء اللي احنا لسه مش عين معلوماتها عنها عن تنقع الحاجة الثالثة هي تنفين قطة مهمة تتلم فيها وهي نقطة الكنيسة بتتكلم ان هي لا احنا استضفناكم في مصر 14 قرن مسلمين استضفناكم في مصر 14 قرن فما رجوش النهاردة انتو تيجوا ايه؟ عايزين ترأب وعليناهم هو مش انتو استضفتونا عندك 14 قرن مش ايجازكم لكل خير فعلا يعني انتو كان ليكوا دور كبير جدا في القرنة الفلد تمام؟ سواء من مشارات قصادية سواء من افكار سواء من عقول البناءة مش هنقدر نقول لا فياك في ان زي ما احنا قلنا ان تلات كانت سيدي من عاوة كان بيتتكلم في النقطة دي فكان بيقولك ان تلات مجاك اللي هي نصصت فوربس تقريبا او حاجة زي كده كان بتتكلم ان اكبر 10 مليار دراب الشرق اوسط تلاتة مصريين منهم هما تلاتة مصريين فقط هما مسيحيين مش مسلمين بوز كبير جدا من المسألة الاقتصادية في المسألة التعليمية او مسألة الاكاديمية برضو ندر نقول ده كات ربار زي صخت شفد غامون للأدوية دكتور ماجدي عقوب على اختلاف الملة اللي انا متكلمش على ملة معينة حاليا مش عرصوزة بسوق انجلية سؤالي بقى لخضرتك هل بداية من حرك كنت في طائف العرصوزة كده وبعد كده انتقلت الطائفة الانجلية؟ لا انا طلوع منك في الطائفة الانجلية في الطائفة الانجلية طيب في موقف واضح في موقف واضح اصلا للطائفة الانجلية او المسارعين الانجليين من موقف شنودة؟ يعني في موقف موالعنا منه؟ لا او طبعا الموقف الكنيسة الانجلية والكاسلوكية كلهم مختلفة من الكنيسة الوزروسية تماما بحكم انها كنات صغيرة قليلة العدد جدا المنتمين عليها يعني اجمال المنتمين لكنيسة الانجلية لا يزيد عن 10 فنمية المسيحي مصر الكنيسة الكاسلوكية لا يزيد عن 5 فنمية المسيحي مصر اذا هم الكنيسة الصغيرة هذه الكنيسة الصغيرة لم تدخل فيه اي ادوار سياسية كبرى لم تدخل فيه دور سياسي علني بالشارط الذي دخلت الكنيسة الوزروسية لكن يجب ان نقر ايضا ان كل الكنيسة الانجلية تتحالف مع الدولة سواء الكنيسة الانجلية ان كل الكنيسة دخلت فيه مسألة التحالف مع الدولة وتأييد نظام الحفظ سواء الكنيسة الانجلية او كاسلوكية او رجوسية وانه فكرة حجب النصحين لتأييد الحزب الوطني ومرشى الحزب الوطني سائدة لدى كل التواقص لكن بحكم الكنيسة الانجلية والكنيسة الكاسلوكية اقل عددا فليس لهم ظهر سياسي كبير وليس لهم حضور اعلامي واسم لكن من ناحية يعني هناك طبعا اختلافات بين التواقص في تصرفاتها وموقفها انا اعتقد انه في قضية مثل قضية وفاق اسطنطين وكمينة الشحاكة لكن الكنيسة الوطنطية والكنيسة الكاسلوكية لها موقف مختلف لانها بترى انه وهذه مسألة مهمة جدا غابت للأسف عن الشعب المسيح في مصر او جمع المسيحية في مصر انه الحرية الاعتقاد تحمي دائما الجماعة الصغيرة وبالتالي من مصلحة المسيحيين حماية حرية الاعتقاد وحماية من يريد ان يطرق المسيحية الاسلامي لانه هذا حمال حرية الاعتقاد التي تحمي كل جماعة الدينية قضية العدد اعتقد موقف الكنيسة الانجليية وكنيسة الكاسلوكية لم يكن مؤيدا لفكرة من التحول الاسلام سواء من انراءة او سواء كانت زوجة كائن او لم تكن زوجة كائن فهذا هناك اختلاف الامر الاخر انه واضح انه الكنيسة الانجليية والكاسلوكية ليست من القوة التي تؤثر على توجهات الكنيسة الاسوبسية بشكل عام وبتحاول كلاهما ان تقيم الاقة ما فيخشوا ان يكونوا تحت مزارة الكنيسة الاسوبسية فلا يكون لهم موجود لكن في نفس الوقت لا يتطيعوا ان يخرجوا من مزارة الكنيسة الام والكنيسة الاكبر يحاولوا ان يقيموا الاقة فيها قدر من الاستقلال وفي نفس الوقت فيها قدر من التعاون المسحيين لكن في النهاية الكنيسة الاسوبسية تعبر عن اغلبية المسحيين تأثيرها هو الاكبر قراراتها هي الاهم وبالتالي كل فعل تأخذه ويؤثر عن التعاون المسحيين اكثر من الكنيسة الاغر طيب وكواسي الخبات كما تفرط النقطة دي ممكن تكون فيما بعد بس كواسي حتى طبقنا اليها هي نقطة تأييد الكنيسة تأييد الشعب المسيحي الكنيسة الارثوذكسية ايا كده تمام؟ الشعب العموما زي ما حالت تكلمت عنه هل فعلا الشعب المسيحي مؤيد لهذا الامر مؤيد لحرية الاعتقاد مؤيد لخطف كاميلة اشحاتة مؤيد لخطف وفاق اسطنطول مؤيد الحاجة زي كده ولا هو في استنجار من الشارع المسيحي بالنسبة للتصرفات الكنيسية وانا كنت باستضيع النقطة انا كنت اما كلمت حضايا حتى بانت قلتها حضايا كانت نقطة انا احس انا بيطفع وانا وقع مسيحية واشوف الناس ادود افعالها عملت ادود افعالها واشوف هي عملت زي فلاحظت حاجة ان فيه نوع من الانفصال يعني ما بين فكر الشعب المسيحي وبين الرؤوس في الكنيسة المبينة او القصص او الكلام منها ان هم عندهم عندهم اطناع داخلي ان الكنيسة استحابتك بخد على اعتناق المسيحية والاستحانات يحجز حد وكلاما عندهم اعتناق اعتهام ان الكنيسة ثابت للبنسة في القسطنطين او وليش حتى الحرية الكاملة في اختيار بينها وانها اصلا ما هي مقسمتش والثابت بالقديد للقاط يا عبا اي ان كانت بالنسبة لهم او بالنسبة لهم او اتمنى انها مسيحية فهم يعني انا شايفوا ان فيه يعني هم معارضين للفكرنا ولكن معنا هم مغيبين عننا يعني هم معارضين لفكر ان تتبنك تتحير في مسيحية وتبطى لمسيحية وكلام مننا وهم ما عندهمش الوقاع اصلا قلهم ان فيه حد بيحتاجه هما كل اللي وخلوهم ان فيه حد بيحتاجه وان العزل مسلم على خلاف الواقع يعني فدي نقطة مهمة ان انا حسب فيه انتصال بين اصلا فكر المسيحين العليون العوام والرؤوس يعني لا الموضوع يمكن النظر دي بصورة مختلفة انه في كل الاحداث اللي بتحدث من الكنيسة الكنيسة او من الاخباط بيكون لهم مبرراتهم وبيكون مختنعين بهذه المبررات وبيروا الصورة بصورة بشكل مختلف عما يراه عامة الناسة والمجتمع وحتى وسيع الاعلام وبالتالي موقف الكنيسة الوزوكسية من قضية وفاة قسطنطينو كمالة الشحاتة بيجي تأييد كبير جدا داخل الكنيسة الوزوكسية لكنه اللي يجد هذا التأييد في الطواقف الاخرى الانجلية والكسلوكية طبعا هذي التقديرات انا اتصور انه نادرا ما تجي تأييد لهذا التصرف من الكنيسة الصغيرة تأييد احتجاز شخص في الكنيسة تأييد الاسلامة الاشخاص يعني نضيسة الوزوكسية لا يعني هذا التصرف اي ان كانت حقيقة القصة هذا التصرف حد ذاته اللي هو احتجاز وفاة قسطنطينو كمالة الشحاتة حتى الانجل انا اعتقد انه تأييد هذا التصرف داخل الكنيسة الوزوكسية يقترب من الاغلبين لكنه لا يوجد تأييد لهذا التصرف في التواقف الاخر حتى بثبت عند العوالم في المسيحين او كده ان هي اسلامية عندهم برضو موافقة انها تحتاجة ما تتخلمش المسلمين او كده زي بقية الطرف هل الكنيسة الصغيرة مثلا تؤمن بحرية الاعتقاد وتؤمن مثلا لها جوز احتجاز اصلا شخص داخل الكنيسة الارغامه على شيء معين لكن احنا بنتكلم هل الشعب المسيحي اللي هو تحت الكنيسة الارغامه هل بيقى اصلا نفس الرؤية خاصة الكنيسة الارغامه انه يجوز ان لو كان شخص مؤثر احنا مش هنقول نهاردة او اش معنى كامل يا شكاتا او 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 اش معنى فاق ستنتين لان هنععرفين ليه ان هي زوجة كاهن فلا يجوز اصلا دخول ديانة جديدة البيتة طفينك انت كنت فين او زوجتك اصلا اسلامية تمام فهنقول انه هم عشان شخصيات مؤثرة في المجتمع المسيحي فدول بالذات لا يجوز ان هم يسلموا فهل الشعب اصلا المسيحي الاستوزكسي هل بيارى نفسها اللي ايه انا اعتقد انه في تأييد من الشعب القبطي لفكرة لأنه الشعب القبطي كان الأداة الفاعلة بتظاهراته ومواقفه وبالتالي هو كان الأداة الفاعلة التي أجبرت الدولة على تسليم وفاق السنطين وكمالي شفاك هناك قناعة أنه إسلام زوجة كاهن مسألة تمس كرامة الكنيسة تهز عقيد المسيحيين تؤثر عليهم سلبا وبالتالي هم مقتنعين بهذه المبررات البعض بيرى أنه كان شروعه في الإسلام ولم يتم أو تم هذه قضية روايات نسمعها جزء منها مبررات أنه هذا كان شروعه في الإسلام ومنعته الكنيسة وعاده للمسيحية مرة أخرى أنا أتصور أن هذا نوع من مبررات لأنه من يريد أن يشرع في الإسلام ويعود يحدث هذا هو في منزله وهو حر طليق لكن المقيد في النهاية لا نعرف لأنه قيد خلاص وبالتالي سحبت منه إرادته الحرة ولا نعرف ماذا فعل الأمر الآخر أنه إحتجاز وفاق الصمتين ثم كان مجرس حيث ومن قبلهم أيضا وبيناهم ماريا أفضل هذا الإحتجاز يوحي بأنه هناك إصرار على التحول الإسلامي وليس العكس لأنه ما مبرر الإحتجاز حتى الآن إن لم يكن هناك حدث تحول أيضا هناك الإحتجاز يؤكد أن هؤلاء الأشخاص إذا خرجوا للرأي العالم سيقولون الأشياء تغضب الكنيسة أيها الكنيسة ففي الحد الأدنى لدى هؤلاء الأشخاص ما يأكلونه وهذا سيغضب الكنيسة ويحرج الكنيسة وربما يحرج الدولة عالم وبالتالي منعوا من حقوقهم كاملة كمواطنين ومنعوا من إرادة الحرة أو مقابلة وسائل وبالتالي أنا أتصور أنه نحن بصدق حالة توافق ما بين شعب الكنيسة الأوروزوكسية والكنيسة الأوروزوكسية ولسنا بصدق حالة خلاف في وجهة النظر بينهم وهذا يقوي ويدعم موقف الطرفين أن الشعب الكنيسة الأوروزوكسية يؤيد ما يتفعله قيادات الكنيسة الأوروزوكسية وبالتالي الكنيسة الأوروزوكسية أيضا بتلجأ للشعب القبطي عندما يتظاهر داخل أسوار الكنيسة هذا لإذنك توافق حرارك شايفة نظر هم خارجوا المظاهرات مثلا اتداءا في أول قضايا خالص كان نتيجة أن هم القساوسة وكده والأقناع والشعب وتزوجت إن هي البلدة مخطوفة من قبل المسلمين فهم خرجوا من باب إن هي مخطوفة من قبل المسلمين اللطن عايز يصل لها. إذا كان 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 يکتبت عن شعب كثم هين بلدي أفنان هل كان يخروف المظاهرات يقول إحنا يريدين سراجعة أخرى يعني نقطة إن هي بالكلمة تحت باقة إن هي بلدة أصلا ما أسلمتش والكلام دي كله ده لفقي من المسلمين لا اعتقد انه مقولة انها زوجة كاهن وانه تحولها من المسيحية لها جوس هذه المقولة يعني موجودة في قناعات الكنيسة وقياداتها موجودة في قناعات للشعب القبط فاذا كانت اختصفت وقعدوها او اسلمت فقعدوها الشعب القبطي مؤيد لهذه الحالة وتفتلها